حدثنا عبد الرزاق وروح قال حدثنا ابن جريج قال اخبراني حسن بن مسلمين عن طاوص عن رجل قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطواف صلاة فاذا طفتم فاقلوا الكلام ولم يرفعه محمد بن بكر حنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة عن مرة الطيب قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة هذه حسبت قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة له حمراء مخضرمة فقال هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الاكبر حدثنا ابن ابي عادي عن سليمان يعني اللى التيمية عن انس عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة اسري به مررت على موسى صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبره حدثنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان عن خالد عن ابي قلابة عن محمد بن ابي عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف الامام والايمام يقرأ قالوا ان لنفعل ذلك قال فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بام الكتاب او قال فاتحة الكتاب حدثنا يحيى بن سعيد الاموي عن عاصمين قال ثنى ابو العالية قال اخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة حظها من الركوع والسجود قال ثم لقيته بعد فقلت له ان ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسور فتعرف من حدثك هذا الحديث قال اني لا اعرفه واعرف منذ كم حدثني حدثني منذ خمسين سنة حظنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع قال ربما امن ابن عمر رضي الله عنهما بالسورتين والثلاث حظنا عفان حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا سعيد الجريري عن ابي مضرة قال مرض رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه اصحابه يعودونه فبكى فقيل له ما يبكك يا عبد الله ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم اقرره حتى تلقاني قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال هذه لهذه ولا ابالي وقبضة اخرى يعني بيده الاخرى فقال هذه لهذه ولا ابالي فلا ادري في اي القبضتين انا حانا علي بن عاصمين اخبرنا سليمان التيمي قال حدثني الحسن بحديث ابي عثمان النهدي عن عمر في الدي باج قال فقال الحسن اخبرني رجل من الحي انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة لبنة هادي باج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة من نار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيومئذ ليعذب عذابه احد ولا يثثق وثاقه احد يعني يفعل به قال خالد وسألت عبد الرحمن ابن ابي بكر تقال فيومئذ ليعذب ان يفعل به حثنا عفان حدثنا حماد بن سلم تحدثنا الازرق بن قيسين عن يحيى بن يعمورة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة هو فان اتمها كتبت له تامة وان لم يكن اتمها قال انظر تجيدون من تطوع فاكمل ما ضيع من فريضته ثم الزكاة ثم تأخذ الاعمال على حسب ذلك